مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم يساحة اليوم نوف الورتاني يوجه اتهامات كبيرة ياسر الكادوريم بعد مساعد عديد الاشخاص وقام ببناء مستشفيات وبدأت لاشغال عندها 3 ايام ولا 4 ايام وبترميم مدارس ومستشفيات وبناء زادة مدارس اليوم انه نوف الورتاني يوجه اتهامات الكريم الغربي قالوا انت الشي اللي تعمل فيه اليوم صورة متابقة لنبيل مقارونا لكن بطريقة مختلفة اليوم انت تحب تزغل مأساة العباية تحب تعاونها من فلوسك الخاصة هذلك كل تحب توصل للنفوذ سياسية لكن رد كادوريم كان واضح وعجب بالجميع قالوا قدش بش ناخه أنا لو كان نشد رئيس جمهورية بش ناخه 30 مليون 40 مليون في الشهر ومعنى نبقى محصور في القسر ومسؤولية كبيرة ياسر علي قال انا ما نستحقاش 30 مليون ولا 40 مليون انا ندخل في التريب اللي بتاعها معنى حكاية فارغة انا اليوم نحب نعاون العباد وندخل لهم الفرحة لديارهم واكثر حاجة نجيب الرحمة الولدية هذلك اللي بش تفيدني انها راخر لا فلوس ولا ديار ولا قصورات ولا رئاسة هذي كان رد كادوريم وهك نكون وصلنا لنهاية الموضوع اشتركوا في القناة